مرحبا اخواني تعقبا على سؤال احد الاخوة للفيديو السابق مع الربط علبة الكاتشكان على محرك جي دي اي ظهر اخ عنده مشكلة في مضخة الوقود عالية الضغط اللي هي نسميها الطاحونة فيقول اني السيارة عندي ما تشتغل الا افصل هذا الفيشة اللي هو موجودة على المصطرمال بخاخات يلا تبدأ تشتغل هسا اعطيك فكرة مبسطة عن عمل نظام الحكم المباشر حتى تفتم شون يشتغل العطل وين النظام الحكم المباشر يختلف عن الانظمة القديمة الاخرى اللي هو نظام الحكم البورت انجكشن الذاكى الفيتمام العادي اللي موجود بالتانك يضطي اعلى ضغط اعلى ضغط يضطي 75 PSI بينما هذه المضخة لما يجيها البنزين من الفيتمام الضخة الى ضغط 2900 PSI يعني ضغط عالي جدا بحيث هذا السيستم كله النظام البواري هذي والمصطرة هاي كلها مصنعة من ستينلس ستيل قوي وكذلك من الداخل مبطنة بمادة تيتانيوم داوكسايد اللي هو تيتانيوم وكلش قوي عنصر قوي حتى يتحمل هذا الضغط العالي احنا انت هنا المشكلة وين عندك؟ هنا شنو شغل هذا الحساس؟ هذا الحساس عمله انه لازم يحرص انه الضغط داخل المصطرة دائما يكون في اعلى درجاته ليش؟ لان احنا هنا نحتاج الضغط لانه هاي البخاخات هي ذا تقنية عالية موم في البخاخات العادية مال السيارات القديمة اللي موم حرك جي دي اي هاي البخاخات تدري النبضات مالتها تتراوح من 5 الى 7 ملي سكنت يعني كل السريع البخ معها البخ مالتها فعليه تحتاج اعلى درجة من الضغط فهذا السنسر او الحساس شنو شغله شغله انه يحافظ على الضغط عالي دائما هنا هذا السنسر شنو اللي انت تقول لي اكو واير اكو متصل بالطاحون هذا عبارة عن سيلينويد السيلينويد هو شنو معنات يعني ولف كهربائي هذا يسموه فوليوم فالف يعني هو ولف الحجم هذا الشكوب بنزين يجي من الفيتبوم والتانكي يمر عبر هذا وعن طريق عقل الكمبيوتر هذا عن طريق الـ ECM او الكمبيوتر مال السيارة هذا يتحكم بفتح وغلق البنزين المجهز للطاحونة حتى في سبيل يطيع اعازات فتح وغلق بشكل بحيث يحافظ لك على اعلى ضغط داخل هاي المصدرة زين انت شون تعرف انه هذا عاطل او لا شون تعرف انه هذا عاطل او لا احنا قلنا لازم هاي المصدر يكون بها اعلى ضغط ومنين نعرف هاي المصدر بها اعلى ضغط عن طريق هذا الحساس اول شي سيارة لما نواقفه بالليل يكون كل ويارات مربوطة طبعا انت لما نطفي السيارة لازم السيارة خلال 6 ساعات مثلا انت لازم يكون عندك وايز شويه وتتابع خلال 6 ساعات لازم تقعد تابع السيارة ما وتنام بالليل يم السيارة بس انت تابعها يعني على كله بعد فتساعة ساعة ونص يما وشوف لازم هذا الجهاز بالليل يضطي إعاز للفيت بم مالت سيارة على الأقل خمس مرات خلال ست ساعات هو بالبرنامج ماله شي مكتوب بالبرنامج مال برمجة مالته على الأقل خمس مرات إلى ست مرات خلال ست ساعات بالليل اللي سيارة مركونا أو أكثر الفيت بم لازم الرلي مالت تسمعه يشتغل لمدة شم ثانية ليش يجي يسوي الفيت بم لأنه هذا السيستم لازم يبقى بيه ضغط عالي قتلك دائما لان لما تجي تشغل انت تحتاج ضغط فانت الفيت بم يشتغل لفترات قصيرة حتى هم ليكت الباتري وهم بالليل يحافظ على الضغط هذا ليش الفيت بم دائما يترس هذا بنزين لانه هذا اذا ما ترسى بنزين راح ينترس بخار البنزين احنا البخار هنا عادونا تعرف ليش لانه باشر لما تجي تضرب سلف هذا يضوخ وقود البخار مو مثل السائل البخار راح ينضغط راح ينضغط ينضغط فرح يصير عندك فقدان شبير بالضغط وهذا بالتالي راح يطي اعاز للمحرك انه يقول اكو ليكتج يعني اكو فتسرب بالسيستم فعليه كاجراح حمائي راح يطي اعاز للمحرك رأسا يطف الفيت بم فالهسب انت سيارتك ما تشتغل تقول هذا انت شكله الا نسحب هذا يلا تشتغل اوك انت هذا ما تقدر تسحبه لانه هذا يطيك الضغط الحقيقي بعدين راح يصير عندك خربطة بالضغط راح يصير عندك خلل بالعزم ما السيارة فعليه انت ش تقول للكهربائي قل عيني اني راح هاي الوايرات كلها خليها متصلة اوكي هذا السنسر وهذا السنسر خلي يشلع لك الوايرات اللي متصلة بالبخاخات يشلعن كلن اوكي واسعد سيارتك وخلي يربط على هذا الجهاز مع القياس فولتية وخلي انت اسعد سيارتك اضرب السلف اوكي لما انت ضرب السلف هذا لازم يقرأ فولتية مالتا يعني اعلى شي خمسة هو من بوينت اثنين لحات خمسة اي فانت لازم يقرأ على اكل اربعة بوينت ثمانية اربعة بوينت فايف او خمسة فاذا ما قرأ هالقراءة معنات عندك هذا الحساس عاطل هذا الحساس طبعا عطلة وارد كلشين احنا بنزينة بالعراق موزين وهذا مصنوع من كريستالاين سيليكون سيام ميمس هذي مادة تتحمل ضغوطات عالية ومصنعة من كريستالاين سيليكون فالبنزينة الوصق احتيادة شوية شوية يلزق عليه شوف يسوي عليه نوع من الترسبات فما يخلي يشتغل فانت ابصل شي سوي هاي الخطوة يام الكهرباية حتي فحصلك ياه فاذا ما قرأ خمسة فولت معنات هذا عاطل فلا تدوخ نفسك كل شي اللي تلعب بسيارة بدل هذا الحساس وان شاء الله العطل يروح وترتاح ويا السيارة هذا كل ما كان يخص العطل اللي راسلني به الاخ بدر من البصرة واتمنى الموافقية لجميع وارجو ان تكونون استفاديته من الفيديو واذا تحبون تتلقون المزيد من هاي الفيديوهات سووا سبسكرايب ولاك للفيديو حتى نبقى على تواصل وواحد نستفاد من الثاني ان شاء الله تحياتي لكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة